طيب نروح نكمل أخبارنا نادسة مالك في الوقت الحالي بعد الإنجاز للمنتخب الأولمبي بيدرس تعديل عقود سلاسة لسلاسة الفريق اللي موجودين مع المنتخب الأولمبي حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ده بجانب قود بيسو وعلي ياسر وإيشو اللعيبة اللي بدأ يدخلهم كمان المدرب أسوريو مع الفريق وحلو أنك تشايف اللعيبة الصغيرة وحلو أن انت شايف أنك تعدل لهم وعقودهم خاصة أنه مثلا إيشو أسوريو رفض أنه هو يتم إعارته وشايف أنه هو هيستخدمه الفترة اللي جاية فبالتالي لازم معنواني بقريبين من اللعبي الفريق الآخرين وماليا طبعا مش معنويا بس طيب أسوريو كمان بلغ عمر جابر ركز في الخبر ده أسوريو بلغ عمر جابر أنه بيرفض رحيله عن الفريق ده قبل مباراة فيوتشر اللي كانت بالأمس وقال له أنه هو ميكمل مع الفريق وأنه مش هيرحل عن الفريق وبعد المباراة كمان أسنع على أداؤه وعلى شغله الفني في الملعب تاني أسوريو قال لعمر جابر أنت مكمل معايا أنت مكمل مع الزمالك خبر آخر حسين دهير اللعب الجزائري مدافع نادي بردو الجزائري بقى قريب من الانضمام لنادي الزمالك في الفترة اللي جاية ده بعد ما تم ترشيح اللعب لمسؤولي نادي الزمالك وأبدأ أعجابهم باللعب وأيضا أسوريو أبدأ أعجابه باللعب فشكله كده أصبح قريب جدا من الانضمام للزمالك دهيري على فكرة من موليد سنة ألفين يعني عنده 23 سنة مدافع صغير في السن أسوريو كمان رفض من ناحية تانية التعاقد مع التونسي أحمد خليل لعب وسط الأفريق التونسي هو شايف أنه هو لعب جيد ولكن اللي موجودين في الفريق دلوقتي في نفس مستوى تقريبا فمش هيزود الفريق في شيء أو إمكانياته تبقى أكبر من اللعبين اللي موجودين وبالتالي التعاقد معاه مش في دماغ أسوريو الفترة اللي جاية كمان من ناحيته هو بقى محمد حمدي زي الأيصر لنادي برامد كان بعض المقربين من الزمالك كان عرضوا عليه الانضمام للزمالك لكن هو قال أنه هو مش حابب يسيب فريق دلوقتي فريق برامد وهو متمسك بالبقاء مع برامد ومش هيروح نادي الزمالك اشتركوا في القناة